يبري في محافظة دمشق يتوسط مركز عدرالي التدريب والتوظيف الذي يعد الأول من نوعه من حيث الخدمات التي يقدمها لتدريب الكوادر الشبابية بالمجان على اختصاصات صناعية متعددة وذلك وفق أسس علمية عملية تزيد من خبراتهم وتسقلها مما يوفر لهم فرصة عمل في المنشآت الصناعية هذا المركز هو بالشراكة بين منظمة المعهد الأوروبي مع إدارة المدينة الصناعية في عدرة الهدف منه أنه نحن ندرب كوادر من الطلاب لدخول السوق العمل ندربهم بشكل عملي على مجموعة من الاختصاصات واحد من هذه الاختصاصات هو التحكم الصناعي واللي هو واحد من أهم الاختصاصات الموجودة بالمركز الاختصاص الثاني هو التكييف والتبريد الصناعي اللي هو كمان من الاختصاصات اللي كان كتير مطلوب بسوق العمل لحتى أن نرفض طلاب خبراء أو عندهم معلومات أكتر أو خبرات أكتر بهذا المجال أنا شخص فني اشتغلت بالسولة فترة طويلة فحبت أني طور من قدرتي بالعمل من مكيفات منزلية لمكيفات صناعية وقدر اشتغل بشكل أوسع وتعلم شغلات أكتر وأنا بصراحة اللي خلاني أجي لهون وأتدرب هو طبيعة العمل والشيلارات الكبيرة وغرف التبريد أنا حبيت سجل بهالمعهد مشان أجمع بين معلوماتي النظرية والعملية بحيث أنه بس أدخل على سوق العمل يكون عندي معرفة وكون فيني أشتغل المركز مؤلف من طابقين بمساحة ستمائة متر مربع ويضم ستة قاعات تدريب حديثة حيث يمنح المركز شهادة من منظمة المعهد الأوروبي وإدارة المدينة الصناعية التي تؤهل المتدرب على دخول سوق العمل نحن نبدأ مبادئ تبريد أساسية بعدين على البرادات بعدين نطلع شوية على المكيفات بعدين شلارات وحدات تبريد مياه بعدين على التبريد الصناعي وغرف التبريد المدة الدورة تقريبا شي شهر هي هذا الشيء متطلبات سوق العمل هون كتير إلي للدورات برا فعم يكون عندنا عدد كتير كبير يجو لهذه الدورة يكون الدورة بين 20 إلى 28 شخص يكون في تدريب عملية يكون في تدريبات نظرية يحاول قدر الإمكان يطلع الشخص لبرا على التلمزة العملية بأرض المعامل يكون قادر أنه يستوعب ويشتغل كل شيء موجود على الأرض المركز عبارة عن عقد شراكة بين القطاع الصناعي والأعمال وإدارة المنطقة الصناعية ومنظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بهدف بناء جسر بين الصناعيين المحتاجين للعمالة والأشخاص الباحثين عن العمل وهذا ما يعرف بمفهوم التدريب المنتهي بالتشغيل وذلك لاستثمار الطاقات البشرية التي تحتاجها سوريا في مرحلة البناء القادمة ترجمة نانسي قنقر